انتشرت مؤخرا مشاريع بيع الكهرباء إلى شركة Green Energy التركية عبر ألواح الطاقة الشمسية شمال سوريا كمشروع محمد هذا الذي بدأه على أمل أن يستفيد من دخله حيث بلغ عدد هذه الألواح حوالي 3000 مزودة بأبراج تعمل على إيصال ناتجي للشبكة الرئيسية نحن كمستثمرين بعد ما فتحوا باب الاستثمار راجعنا درسنا الموضوع وركبنا محطة واحد ميجا طبعا العقد الاستثمارة ممتاز تكلفة المشروع بتبدأ حسب الاستطاعة يعني من 10,000 دولار وانت يطالع وبتحقق ربح تقريبا شهري 10% أو من 50% إلى 10% حسب الشمس حسب جودة الألواح وحسب عدة عوامل وسط تفاؤل من المقبلين على هذا النوع من الاستثمار بتحقيق عوائد مالية جيدة رغم وجود بعض التوقعات بدرجة من المخاطرة تتمثل بعدم استقرار المنطقة أمنيا بشكل فعلي ومصيرها القابل للتغير كليا بين ليلة مضحاها لوقوعها على كفة الاتفاقيات والخلافات بين الدول الضامنة لمنطقة خفض التسعيد في إدلب يبلغ سعر الكيلو الواحد المباع للشركة 8 سنت لتبيعه الشركة ب16 سنت بعض المستثمرين والشركات الخاصة قاموا باستثمار بعرض أسهم للاستفادة باقي الشعب تتراوح تكلفة السهم ألف دولار بمعدل ربح شهري شي خمسين دولار طبعا هاي المشاريع فادت ورفعت كثير من الوضع الاقتصادي بالمحرار عن طريق تخفيض سعر الكهرباء من 22 سنت هلأ اليوم سعر الكهرباء 16 سنت يقول خبراء اقتصاديون أن هذه المشاريع يمكن أن تكون حلا جزئيا لمشكلة استجرار الكهرباء وليس حلا للمشكلة بشكل كامل بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في المناطق المحررة والمساحة الجغرافية الواسعة شمال سوريا إلا إذا توسعت هذه المشاريع وتطورت مستقبلا ضمن نظام معين فيمكن أن تحل بدلا عن الكهرباء التركية يجد الأهالي أن هذه الفرصة التي أتاحتها لهم شركة الكهرباء العاملة في المنطقة تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي وتؤمن مشروعا دائما لهم أحمد يد حلب اليوم ريف أدلب